أبناء يطرب الطالبات المدارسة الصناعية تخاص الالكترونات أهلا ومرحبا بكم هنتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا الأجهزة اللي موجودة عندنا في المعامل هنتكلم عليها وحنتكلم على الأجهزة اللي موجودة في الحياة العملية هنتكلم عن أجهزة بالزبط هنتكلم على أجهزة الاستقبال هنشوف الدوار العملية بتاعتها وهنشوف الكتالوجات بتاعت الأجهزة دي وهنشوف إزاي نقرأ الكتالوج بتاع جهاز لاستقبال الإزهاد يعني أحدد في المراحل وأعرف إزاي الإشارة نقل من مرحلة لمرحلة تانية معنى صح تتبع الإشارة تتبع الإشارة ده هو أول أساس عندي في عملية الصيانة أو إصلاح الأجهزة طبعا ما عارف خط سير الإشارة يبقى خلاص سهل جدا إن أنا أحدد العطل فين في الجهاز طبعا الكلام ده بيحتاج إن أنت لازم تبقى فاهم الدائرة النظرية ليه الكتالوج مش الرسم التخطيطي خليك فاكر عشان تبقى عارف إيه الموضوع بتاعنا هنتكلم فيه بالزبط هنتكلم آه الرسم التخطيطي احنا عارفينه وكل حاجة بس هنبتدنشتعل النهاردة رسم تفصيلي عملي منظري النظري اللي مقصود بيمين الكتالوجات مش الرسم التخطيطي إحنا فيه عندنا أجهزة تعليمية موجودة داخل المعامل أجهزة استقبال تعليمية داخل المعامل اللي إحنا بنتضرب عليها بنتضرب على أعطالها بنتضرب على إن إحنا نحد المراحل بتاعتها بنتضرب على إن لو فيه عط معين أو فيه جزء تالف أو عنصر تالف إزاي يقدر أوصله دي الأجهزة اللي موجودة عندنا في المعامل وفيه أجهزة زي ما أنا قلت موجودة في الحياة العملية احنا النهاردة هنتكلم على الاجهزة دي بالتفصيل سواء كان في الحالة العملية او الاجهزة اللي موجودة عندنا في المعامل بتاعتنا وحنتكلم على ازاي كيفية ان انا اجمع جهاز ازاي اعمل جهاز استقبال ازاعي جهاز راديو كامل من الالف للياء جهاز الاستقبال اللي هو النوع المجاشر هنشوف ازاي نحدد العناصر بتاعته نحدد القيم بتاعتها نحدد ترتيب المراحل بتاعتي ازاي هوصل اطراف كل حاجة عندي الاطراف الخارجية سواء كان اطراف سماعة سواء كان اطراف مكسف متغير اطراف دائرة التغذية كل حنشوفه بالتفصيل اول جهاز هنتكلم عليه النهاردة اللي هو جهاز الاستقبال البسيط وده كان اول نوع من انواع اجهزة الاستقبال او اول نوع من انواع اجهزة الراديو بسيط اسمه جهاز استقبال بسيط هو اسمه بسيط وهو فعلا بسيط في التركيب بتاعه هو بيتكون من دارة اختيار بسيطة عبارة عن ملفه مكسف متغير وفيه سناء اللي هو الكاشف وبعدين فيه عندي الجزء اللي هو خاص بسماعة الازن السماعة الصغيرة ده تركيبه عشان كده احنا بنقول ما بتحطش فيه سماعة كبيرة العادية لانه مفوش دائرة التركيب دائرة تكبير ليه؟ لاني طبعا دائرة التكبير دي محتاجة تغذية وانا ما عنديش تغذية في الجهاز ده الجهاز ده بيعتمد في تغذيته يعني جهد التغذية بتاعه على جهد الاشارة اللي جاي من محط الارسال الاشارة دي كهرومغناطسية لما تقطع الهوائد على استقبال بتعمل فيه قوة دفعة كهربية لان الهوائد بيحاولها من اشارة كهرومغناطسية الى اشارة كهربية هي الاشارة كهربية هي الاشارة فعلا اللي أنا عايز استقبلها وفي نفس الوقت هي اللي بتقوم بالتغذية عشان كده بنسميه جهاز استقبال بسيط طب نشوف شكل العملي بتاع جهاز لاستقبال البسيط ونشوف العماصر الاساسية اللي بيتكون منها هذا الجهاز نشوف الكلام ده على الشاشة شكل العملي جهاز استقبال بن لوري بسيط وكلمة بن لوري يعني اساسا فيه إداية الكاشف عبارة عن سنائي الجيرمانيوم اللي هو عبارة عن بن لوري الجيرمانيوم البي والإن إنما هو الاسم اللي يطلق عليه فعلا بسيط بص قدي الجهاز كله جهاز ده خلي باك معايا دي قطعة فبر أو قطعة خشبية وشوف قدي ملف الهوائي اللي أنا قلتك عليه والطرفين بتوع ملف الهوائي بص خلي باك باك معايا قدي أول ملف فيهم رايح فين رايح للأنتنة على الهوائي والطرف الثاني ده ملف رايح تو جراوند على الأرض دي مدولة حستقبل بيهم المحول ده أو ملف الهوائي فيه المحول الهوائي ده فيه ملفين ملف الابتدائي شوفنا اهو الطرف منه على الأنتنة والطرف الثاني على الجراوند الأرضي الملف الثاني اللي هو الثانوي واخد مين بقى بص خلي باك معايا واخد على طرف مكسف اهو والطرف الثاني في المكسف الثاني مع سنوات الجرمانيو اللي هو الكاشف اهو وده المكسف المتغير والطرفين بتوع الخارج بتاع الكاشف او طرف خارج الكاشف اهو رايع على مين على اه السماعة طبعا هنا ممكن حط مكسف تنعيم او مكسف عشان اشيل مش مكسف تنعيم مكسف عشان اشيل الموجة الحاملة يعني اعمالية الكاشف انه ناخد الترد العادي ووديه الارضي شكل المكسفات اي مم وبعدين دي سماعة الأزن اللي احنا قلنا عليها ليه ما فيش سماعة عادية عشان ما فيش دايرة او تكبير ده الشكل العملي لجهاز لاستقبال البلوري البسيط فيه جهاز تاني احنا اتكلمنا عليه اسمه جهاز لاستقبال المباشر اهو الشكل العملي جهاز لاستقبال الازاعي المنغم او المباشر ولو نفتكر كده خلي بالك بقى معايا نفتكر المراحل بتاع الجهاز لاستقبال المباشر الفراس ما تقتل تبقى في زهنان فيه هوائي وفيه داية اختيار وبعدين فيه كاشف مكبر قدرة مكبر جهد مكبر قدرة والسماعة لازم اخلي بالي من انها كذلك دي وركز معايا كويس قوي لازم تبقى في زهني ركز معايا كويس قوي في الكلام اللي انا بقوله لازم الحاجات دي في زهني لان هي دي اللي اعتمد عليها فيه ان انا اقرى كتالوج او اشوف الدايرة العملية بتاعت الجهاز نشوف كده جهاز لاستقبال المنغم او المباشر اهو قدر المراحل بتاعتي خلي بالك دي الرسمة دي من اعلى يعني على البرده من فوق على البرده من فوق هنشوفها بعد كده من اين من اسفل ادي اول حاجة داية الاختيار ملف الهوائي ومعايا المكسف المتغير وبعدين راديو ار اف ده مكبر الترابد العالي مرحلة رقم اتنين يبقى المرحلة الاولينية اللي هي الاختيار داية الاختيار كاملة ملف ومكسف اهي هنا راديو فريكونسي المرحلة التانية اللي هي مرحلة التكبير ودي مرحلتين المرحلة التالتة مرحلة الكاشف الديتكتور وهي سنائي كاشف المرحلة الرابعة اللي هي اوديو فريكونسي اللي هو يعني اللي هو مكبر الترابد الصوتي وده رقم اربعة وبعدين عندي المكبر رقم اربعة وبعدين عندي فيه الفوليوم رقم خمسة ضابط الصوت رقم ستة مكبر الاخراج اهو ورقم سبعة السماعة ورقم تمانية البطارية تعالي شوف الشكل العملي خلي بالك بقى معايا في اجهزة الاستقبال خلي بالك معايا كويس اوي في الكلام اللي انا بقوله في اجهزة الاستقبال بشوف عندنا البردة من اعلى البردة من اعلى فيها العناصر مترتبة والبردة من اسفل هلاق عبارة عن التوصيلات بتاعتها البرنتد البرنتد يبقى نركز كويس في الكلام اللي بقوله وخليك معايا تاني ركز معايا تاني عشان نقول الكلام ده يبقى واضح ازاي من فوق العناصر موجودة كلها شايفة بعنايا ومن تحت او من اسفل البردة ما بشوفش غير البرنتد اللي هي خطوط التوصيل خطوط مين التوصيل تعالي نشوف الكلام ده ادي البرنتد ادي الدايرة الاسف من فوق من اعلى هنشوفها بقى من اسفل اهي بص بقى خلي بقى معايا اول حاجة رقم اول حاجة هنا عند الانتنة والمكسف المتغير رقم واحد رقم اتنين مرحاية تكبير الترد العالي راديو فريكوينس امبير فاير رقم تلاتة دي تكتر او الكاشف رقم اربعة الاوديو امبير فاير تكبير صوت خمسة الفوليوم شكله اهو باين اهو ستة مكبر القدرة سبعة السماعة وطبعا البطالية اللي هي اطرافها الخارجية يبقى كده انا ايه شفت الاطراف بتاعتي بتاعة جهاز اه اللي هو جهاز استقبال المنغم او المباشر نشوف ازاي ازاي دايرة عند اهي برضو لجهاز استقبال منغم بين العناصر بتاعته سهلة جدا ادي تيوننج كباستر المكسف المتغير اللي انا باخترب منه المحطات ملف الهوائي وليه اربع اطراف زي ما اعنا قلنا وهنا عبارة عندي اتنين اي سي الاي سي رقم واحد والاي سي رقم اتنين هما اللي بقوموا عاملات كلها بتاعة الجهاز نفسه وفيه عاملات الكاشف وعملات التكبير القدرة عاملات تكبير مكبر جهود ومكبر القدرة وادلس بيكر السمها طبعا دي الانتنين زي ما احنا قلنا هنا اللي هو ضابط الصوت مفتاح الصوت اللي هو المقاومة المتغيرة دي يبقى دي الاجزاء بتاعتنا بتاعة جهاز استقبال اه المنغم تعال نشوف دائرة معينة دي دائرة لجهاز استقبال منغم او مباشر ودي دائرة اللي احنا هنجمعها دائرة اللي احنا هنجمعها خلي بالك بقى معا الدائرة اللي هتجمع دي لازم اعرف ان انا هجمع جهاز استقبال يبقى عارف الاناصر كلها بالقيم بتاعتنا بالقيم بتاعتنا يريد تركز معاها كويس يريد تركز معاها كويس اوي عشان تبقى فاهم بالكلام ده لان الكلام ده مهم ليه الغاية لان التجميع ده بيشمل ان انا بنشق جهاز وفي نفس الوقت ممكن اعمله سيانة يعني انا لو جمعت جهاز وبصيت لقيت الجهاز ده مش شغال يبقى فيه حاجة حصلت خطأ الخطأ ده ممكن يحصل لو الجهاز انا مجمعه وكان شغال كويس جدا وبعدين حصل عطل فيه يبقى ايزا انا بستفاد حاجتين وانا بجمع الجهاز بستفاد ايه التجميع وفي نفس الوقت الصيامة والاصلاح يبقى ده اللازم احطه في دماغي وابقى مركز فيه نركز كويس ونشوف الكلام ده نشوف الكلام ده يبقى انا عندي هنا الجزء اللي خاص بالدائرة بتاعتي اهي لو بصت لها هلاقي ايه فيه عناصر اساسية عندي اللي هو عبارة عن الائي سي والترانزوستور اللي هو البي اف مية تسعة وتسعين دي الاساسية وحواليهم فيه مجموعة مقاومات ومكسفات وفيه عندي اطراف السماعة وفيه ملف الهوائي وفيه المكسف المتغير وده لو بصينا للدائرة كده وحددناها هلاقي فيه عندي اربع مكسفات سبتين خلي باقي كلام ده مهم جدا عشان هنحتاجه بعد شوية في عملية التجميع ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة اهم يبقى ادي واحد واحد ادي سابت وادي واحد سابت اهول لو المكسف ده وادي واحد سابت ام وثلاثة طيب في عندي اتنين مكسف كيميائي ادي واحد وادي واحد في عندي اربع مقاومات في عندي ايه اربع مقاومات اهم واحد اتنين تلاتة اربعة وقادي المكسف السابت اتنين يبقى واحد المكسفات السابتة عدي واحد عدي اتنين عدي تلاتة عدي اربعة واثنين كيميائيين يبقى عدي ست مكسفات اربعة سابت واثنين كيميائي وطبعا في مكسف متغير الواحد ناشي يبقى ده جزء مهم جدا لازم حد واطراف السماعة اطراف نين اطراف السماعة اطراف السماعة يبقى انا شفتها دلوقتي حددتها وحددت كل حاجة على الدائرة بتاعتي اطراف سماعة واطراف مكسف متغير واطراف ملف الهوائي يبقى انا عارفا دلوقتي دلقسين واطراف البطارية لازم بدول يبقى متحددين طيب احنا عايزين نعمل فعمية التجميع دي ايه بجيب البوردة بتاعتي وارسم عليها الدايرة النظرية وبعد ان مرسم الدايرة النظرية طبعا بارسم الدايرة اخلي بالك كل عنصر عليه القيمة بتاعته كل عنصر عليه القيمة بتاعته المكسف تلاتة وتلاتين مايك تلاتة وتلاتين نانو مكسف سبعة واربعين نانو مكسف ماتين وعشرين مايكرو يبقى كل دا انا عارفا ترانزوستور بي اف مية تسعة وتسعين ليه بقولك كده القيم اللي على البوردة نفسها اللي مرسومة عالدار النظري انا ببص في العنصر واشوفه القيمة دي كام اه مقاومة واحد ونص واحد ميجا يبقى مقاومة واحد ميجا تحطي هنا ترانزوستور بي اف مية تسعة وتسعين اه مكانو هن الاي سي مكانا ايه 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 اللي ايه الام تلاتة وتمانية هن مكانا هن يبقى انا عارف دلوقتي كل العنصر كأن ايه براجع القيم بتاعت العناصر اللي موجودة على العنصر نفسه مع مدارة اللي هننفذها وبكده ما بيبقاش فيه احتمال ان يبقى فيه خطأ في كمت العنصر لانه لو عملت خطأ هزه يحصل فيه عطل وفي نفس الوقت التوصيل بتاع الترانزوستور بتاعي اعرف الاطراف بتاعته البيس فين كوليكتور فين الامبيتر فين ووصلهم صح عشان لو وصلهم اتعاكسوا يبقى خلاص الترانزوستور مش هيقوم بعمله ويحصل خطأ او عطل في الجهاز يبقى الكلام اللي احنا هنقوله ده خليبا قطوة خطوة هنمشي بيه لانه هو ده اللي حيساعدني زي ما انا قلت انا بجمع في جهاز وبعمل انشاء الجهاز وفي نفس الوقت كأن بالزبط بعمل عملية سيامة لاي خطأ يحصل فيه او اي عطل يحصل فيه الجهاز تعالوا نشوف الكلام ده هيتم ازاي يبقى انا شفت المراحل بتاعته ايه حددناها ايه والعناصر بتاعتي ابتدي بقى ايه اشوف تجميع جهاز لاستقبال الازاعي المنغم المباشر عمليا تعالوا نشوف بقى هنبدأ بالجهاز ادي لا الدايرة بتاعت اهي الاول اللي حشتغل عليها اهي تمام فيها العناصر كلها زي ما انا قلتلك اهي الدايرة النظري انتنا فيه تلات الاربع مكسفات السبتين تلاتة وتلاتين نانو وهنا ميت نانو وهنا فيه ميت نانو وهنا سبعة واربعين نانو فرد فيه اتنين مكسف كيميائي اهم ميتين وعشرين مايكرو فراد ادي واحد وادي واحد يبقى فيه عند ستة مكسفات وفي نفس الوقت فيه عند كم مقاومة اربع مقاومات واحد اتنين تلاتة اربعة قيمهم ايه واحد ميجا اوم واحد ونص كيلو اوم اتنين واربعة من عشرة كيلو اوم اتنين كيلو اوم ادي القيم بتاعت العناصر بتاعتي ليه بقولك ده عشان انا ببتداش اجيب القيم العناصر بتاعت بنفس القيم بتاعت عندي الترانزوستر اللي هو البي اف مية تسعة وتسعين وعندي اي سي زي ما قلت لك اللي هي ال ام تلتمائة ستة وتمانين دي العناصر بتاعت ويزيد علينا ملف الهوائي عبارة عن محول فيه ملف عدد الملفات بتاعته ال واحد ده عدد الملفات بتاعته اكتر من ال اتنين والمكسف المتغير يبقى دي العناصر اللي انا هحتاج تعال شوفها هنجمع ازاي الجهاز المناغم اللي هو البروست راديو اي ام طبعا جهاز اي ام اللي هو المناغم ابص تاني دي الدائرة بتاعتي زي ما قلت لك تمام هبطل احدد العناصر بتاعتي عايز زي ما قلت لك عايز كم مقاومة قلنا اربعة عايز كم مكسف ستة اتنين سبتين اتنين كميائيين واربعة سبتين عايز ترانزوستور بي اف مية تسعى وتسعين ادي اول حاجة اربع مقاومات اللي احنا قلنا عليه اهم طيب بعد كده عندي فيه ست مكسفات اهم اربعة سبتين اهم واثنين كميائيين اهم يبقى دلوقتي ادي كده خلصت المقاومات والمكسفات تعال نشوف بقى العناصر هنا عندي الترانزوستور والاي سي الترانزوستور بي اف مية تسعى وتسعين والاي سي اللي هي ال ام تلتمائة ستة وتمانين نشوف بقية العناصر عندي ادي القلب اللي انا هعمل عليه ملف الهوائي قلب الفرايت اهو ده العمود الفرايت اللي حلف عليه الملفين اللي هو ال واحد و ال اتنين اللي انا قلتلك فيه معهد اللفات مختلف قاعد المكسف متغير ليه تلات اطراف اهو و في نفس الوقت ممكن ان انا ده كده المكسف هو موجود على الاقرة بتاعته اللي انا بختار بها المحطات ده مكسف متغير برضو بس عبارة عن تلات مكسفات مع بعض اللي هو مازج و مزبزب و مكبر اللي هو مداية الاختيار يعني عشان كده بنقول ان فيه تلات مجموعات للمكسف اه دي السماعة تماني اوم بتاعتنا اللي اشتغل بيها اه دي السماعة لها نوصلها مع الجهاز و قيمة بتاعتها تمانية اه اوم هنيجي بقى نشوف دلوقتي اه دي الدايرة بتاعتي ابتدى حط كل عنصر على القيمة بتاعته يعني انا لو بصيت دلوقتي كده انا بدور عن مكاسف ماسك المكاسف في التلاتة وتلاتين نانو وبشوف مكانه فين احدده اه مكان بتاعه اهو تمام كده انا بتأكد بوص على قيمة العنصر اللي مكتوبة عليه و في نفس الوقت عدنا النظر المقاومة واحد ميجا اهي مكانها وبعدين ابتدى اشوف المقاومة التانية اللي هي واحد ونص كيلو وبعدين ابتدى اشوف المقاومة اللي هي اتنين واربعة من عشرة كيلو اوم يبقى كل عنصر بحطه على القيمة بتاعته بالزبط هيجي بقى الترانزوستر اللي هو البي اف 199 هادي الترانزوستر اللي هو البي اف 199 ونيجي بعد كده اللي بقيت العناصر اللي هي موجود فيه عندي المكسفات وبقيت المقاومات نفسها هنيجي احط المكسف اللي هو 100 نانو لا 47 نانو اهو على قيمته بنفسها وبعدين فيه عندي مكسف تاني اللي هو 100 نانو اللي واصل على الرجل ثلاثة الاي سي بياخد الاشارة من خارج الترانزوستر ودخلها على الاي سي على الرجل ثلاثة وفيه عندي مقاومة اللي هي اتنين كيلو اوم وبعد كده هبتدي اشوف العناصر اللي هي في الجزء الاعدى فيه عندي فيه مكسفات كميائية ومكسفات سابتة بتدي الاول اشوف اولنا هي اليل ام 386 برجع الرقم تاني ما عليها وحواليك ازاي نحدد اطرافها برضو مكسف كميائية 222 مايكرو اللي واصل بين الرجل اللي رقم خمسة والسماعة ده مكسف نقل الاشارة بنسميه مكسف نقل امرار وعلى فكرة المكسف ده لو حصل اي حاجة في المادة الكيميائية بتاعته بيأثر على مستوى الصوت برضو فيه عندنا فوق تاني فيه المكسف اللي هو 220 مايكرو برضو اللي انا بحطه اللي هو بيعمل عملية تنعيم او يشيل التموجات اللي موجودة في اي تموجات في الجهة تعديسي وهنا المكسف اللي هو الميت نانو كده انا حطت العناصر بتاعتي ورجعتها على البوردة نفسها ودول اطراف كده فيه عند زائد 6 فولت يبقى المكسف ده بيعمل عملية التنعيم مكسف ده كيميائي ولازم ملاحظ التوصيل الطرف السالب بالسالب والموجة وهنعرف برضو الكلام ده هيتم ازاي معنا واحنا شغالين ده كده انا حطت العناصر هبتلي بقى اثبت العناصر دي طبعا ناقص عندي المكسف المتغير اهو ويبقى ناقص عندي محول الهوائي محول مين الهوائي هبتلي اثبت العناصر ده كلها وابتلي اشوف الاطراف اللي عندي الخارجية اللي هتبتلي تتوسط دي كده انا اتأكدت تماما ان العناصر هي اللي موجودة ناقص بس اللي هو زي ما قلتلك اللي واحد وإيه اللي اثنين اللي هو ملف الهوائي اللي احنا شوفنا القلب بتاعه ايه سبت العناصر ايه اللي انا رجعتها تمام هاجي بعد كده اعمل ايه اشوف الاطراف الخارجية بتاعتي اشوف الاطراف الخارجية ايه اللي هي عندي اطراف الخارجية اللي هي طرفين هم تقع التغزية وطرفين السماعة وطرف اربع اطراف بتوع محاول الهوائي هم وطرف الانتن هي دي الاطراف اللي عندي كده انا بيراجع القيم تمام على العناصر نفسها رجعتها مرة واثنين كده وثلاثة اتأكدت اني ما شخصت تعنصر بقيمة مختلفة ولا حاجة ودي اطراف السالب بتاع البطارية اللي هو ناقص ستة وده زائد ستة فولت يبقى دي البطارية بتاعت اللي اشتغل عليها في الجهاز ده عبارة عن بطارية ستة فولت طبعا دي سي هنا حبتدي اشوف المحول بتاع الهوائي وده الطرف التاني الخارجي اللي هو بتاع الانتن يبقى ده طرف من ضمن الاطراف اللي انا حبتدي اشتغل عليهم الاطراف الخارجية يعني اللي هم هيتوصلوا باسلاك طيب ده ده الانتن يعني ده ده باستخدمه الجزء النحاس ده السلك النحاس ده باستخدمه كانتن ده ويبقى دي طرف واصل معنا اللي هو الجزء الخاص تعالي بقى نشوف الداية من تحت من اسفل اهي عبارة عن اسلاك واصلة تشوف لما زي ما قلتلك من اعلى بتبقى حاجة ومن تحت بقى حاجة هنا لو بصت كده ده قادر رجل رقم واحد وقادر رجل رقم تماني يبقى لو عدتها عدة ازاي قادي واحد قادي اتنين قادي تلاتة قادي اربعة قادي خمسة ست سبعة تماني شوف الـ IC يبقى التامل اطراف بتاعتنا وبرضو هنشوف حاجة تانية هنشوف الترانزوستر اهو قادي الاي وقادي السي وقادي البي قادي بتاعت اطراف بتعملين الترانزوستر ودي التواصلات اللي تحت اللي هي تواصلات العناصر مع نفسها التواصلات العامة لنفسها منين من اسفل زي ما قلت لك من تحت بشوف التواصلات ومن فوق بشوف ليه العناصر انا كده حددت كل حاجة عندي على الجهاز مش ناقص غير الاطراف زي ما قلت لك اوصل سماعة ووصل محاول الهوائي ووصل الانتنة ووصل البطارية في حاجات ملحوظات لازم اخد بالي منها اه في حاجات لازم اخد بالي منها لازم زي ما قلت لك المكسف الكيميائي اهو لازم السالب يوصل مع الطرف السالب اهو وفي علامة على السالب اهو جسم على المكسف اهو بتقولك ان الطرف ده سالب يوصل مع السالب الطرف موجة بيوصل مع الموجة لازم المكسف الكيميائي طب لو حصل حاجة غير كده لا لو حصل حاجة زي كده بتدي يوصل الجهاز ومش تاخد سواء ان تبصت لها المكسف ده انفجر هنا الاي سي وتحديد اطرافها مهم او الكلام ده خلي بالك بقى معايا خلي بالك معايا عشان هنتكلم على ازاي تحدد اطراف الاي سي مهم اوي 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 تحديد اطراف الاي سي وتحديد اطراف الترانزستري فين البيز فين الكوليكتور فين الامة دول مهمين جدا للغاية لان لو انا عكاست الاي سي هتبقى عكاست الاطراف ده كلها يعني المفروض فيه عند دليل والدليل ده اول طرف قريب منه رقم واحد الرجل رقم واحد ورجل رقم اتنين وثلاثة واربعة وبعدين خمسة وستة وسبعة وتمانية خلي بالك بقى معايا الدليل بيبقى فين اعلى طب لو انا عكاستهم لا ده الدنيا خلاص كده اختلفت تماما الاطراف ببقيتش كما كانا طب انا عندي اطراف ملزم بتوصيلها يعني انا عندي اطراف رقم تاتة ده داخل والطراف رقم خمسة ده خارج وطراف تغزية وطراف ارضي طب لو انا عكاست لا ده كل الاطراف هتختلف بقى مش هتبقى توصيلاتها صحيحة وبالتالي مش هتشتغل الجهاز في نفس الوقت الترانزوستر برضو لو انا عكاست الاطراف حطيت الكلكتور مكان الامتر او الامتر مكان الكلكتور او البيز مكان اي حد فيهم خلاص انتهت يبقى خلاص مش متوصل صح يبقى مش هتشتغل الجهاز ده اللي لازم نخلي بالنا كويس اوي منه يبقى فيه تعليمات او حاجات معينة نوتس كده صغيرة بحطها في دماغي اللي هي ايه مكاسفات الكيميائية تتوصل صح الموجب مع الموجب ومستليم مع السال تحديد اطراف الـ IC صح تحديد اطراف الترانزوستر صح مهم او الكلام ده تعال شوف الكلام ده ازاي هنشوفه وحدد اطراف الـ IC ازاي وحدد اطراف الترانزوستر ازاي نشوف الكلام ده نرجع للشاشة مرة تانية اهو قال الدليل اللي بقولك عليه واول طرف جنب الدليل انه النطوق ده يبقى رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة رقم اربعة خمسة ستة سبعة تمانية انا اللي شغال عندي في الـ IC دي بصي كم طرف طرف رقم تلاتة هم كلهم كان واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة اطراف شغالين بس في الـ IC مين هم؟ تلاتة واربعة وخمسة وستة هم دول اللي وصلين عندي في الـ IC طب لو انا عكست الاطراف لا ده الدنيا بقت منطلق بطة خالص يبقى ده لازم يبقى عارفه كواس اوي تعالي شوف الكلام ده بيتم ازاي اه دي النطوق اللي ازاي قلتت لك عليه طرف رقم واحد وبعد دي على طول بينزل الطرف رقم اتنين اه اتنين اهو وبعدين تلاتة واربعة وبعد ده كده ده الطرف رقم اربعة اهو خمسة اهو وستة وسبعة وتمانية قدوا لاطراف بتوعي الـ IC عندي يبقى انا عرفت ازاي بحدد طرف الـ IC مهمة اوي اوي كل طرف فيها عرفتوا مين رقم كام يبقى ده عشان نبقى عارف ليه زي ما قلتك تدخل اربعة ارضي ستة جهد تغزية خمسة الخارج بتاعي يبقى حددت الاطراف بتاعت اللي هاشتغل بيها نيجي بقى المين للترانزوستر اللي هو الـ F199 الترانزوستر ده خلي بالك بقى معايا النوع ده بالزق يعني بالاخص بص محدد الاطراف السي اهي طرف السي كل اكتر وطرف الـ ام متر اهو وطرف البيز اهو ده متحدد جاهز يعني انا مش هتعف فيه خلي بالك بقى معايا يبقى انا مش هتعف في مين في تحديد اطرافه كويس قوي عشان الاطراف مكتوبة على جسم الترانزوستر بس اغلبية الترانزوسترات واحنا شفناها ما بيبقاش مكتوب عليها الاطراف بتاعتها مش مكتوب السي والإي والبي فيه كذا طريقة ان انا حدد بيها السي والبي والإي اول طريقة واسهل طريقة احنا بنستخدمها فيه عندنا الداتا شيت الداتا شيت داتا شيت يهي ده كتاب موجودة على الترانزوسترات بشوف رقم الترانزوستر عندي رقم زي البي اي في مية تسعة وتسعين بدور عليه وليه صفحة الواحدة يعني بيبقى فيه زي فيهرس بشوف الفيرس ده البي اي في مية تسعة وتسعين صفحة كم صفحة كاس زي كتاب صغير ورح جايب الصفحة بتاعته الاء الرسماء الرسمة بتاعت الترانزوستر ومكتوب عليها الاطراف بتاعته الرسمة بتاعت الترانزوستر ومكتوب عليها الاطراف بتاعته ده ده لو الكلام ده كله زي بيقول لك كده لو مش متحدد الاطراف على جسم الترانزوستر طب الطريقة التانية عن طريق مين عن طريق الافو ميتر ان انا بحدد اشوف البيز فين بتقرم على الاتنين في اتجاه ولو اعكست ما تقراش تاني عاد البيز وبعدين باخد بقى البيز مع الامتر بتديني اقراية على القوم طبعا والبيز مع الكولكتور بتديني اقراية والارتين بيبقوا مختلفين ودايما الارتين الكبيرة بتديني الامتر والارتين الصورات بتديني الكولكتور ده عشان احدد الاطراف والافضل طريقة فعلا زي ما قلتلك اللي هو مين اللي هو كتاب الداة شيت يبقى انا عرفت دلوقتي ازاي بحدد اطراف الترانزوستر حظنا كويس ان في الداة بتاعتنا ان الترانزوستر اللي اشتغل بيه مكتوب اطرافه على الجسم بتاعه نرجع لشاشة مرة تانية اهو زي ما قلتلك السي وقادي الاي وقادي مين البي يبقى انا عرفت دلوقتي خلاص اتعاد اطراف بتوعي اتحدده عن طريق الجهاز او العنصر اللي قدام من دي اللي موجوده ورقمه بي اف مية تسعة وتسعين اهو بي اف مية تسعة وتسعين اه اه يبقى ده الترانزوستر بتاعي او ازاي هبتدي اعرف الاطراف ده ادي ملف الهوائي اللي انا اوصله واشوف دلوقتي اوصل بعد كده البطارية بتاعتي ووصل السماعة ووصل مين ادي الهوائي خلي بالك معايا في ملف اللي هو اتنين اللي عدد لفاته قليل وقل واحد اللي عدد لفاته كبير اهو هنا ببتدي يتحرك معايا الموصل المكسف المتغير بتدي حرك الملفات دي ونقربهم من بعض ونبعدهم عن بعض لحد دم بسمع افضل صوت وبعد كده بثبت الملفات دي عن طريق شمع بحطه على العمود الكربون ده كله وعلى الملفات ويبقى سبتين لما وصل لافضل صوت وافضل يعني نقاء للصوت وطبعا ده لازم اهم انا وصلتهم الطرفين اهم بتاع ال واحد الاتنين ودي طرف بتاع ال واحد دول الجزئين بتول طيب حيبتدي نوصل السماعة ونوصل المكسف المتغير ونوصل جهود التخزية وبعدين نشوف بقى الجهاز حيشتغل معانا ولا حيحصل فيه اعطال نشوف الكلام ده لو احنا شغال صح مش هيحصل اعطال لهذا كده بوصها لباك معايا بكده بقرب الملفات من بعض اللي هو بتحكم في الحس المتبادل بين الملف الابتدائي اللي هو اللي هو واحد والملف السنوي اللي هو الاتنين ملف اللي هو خاص بينه يجيب للإشارة من الانتنة والملف التاني اللي هيخد للإشارة ويدخلها على الترانزيستر اللي هو البي اف مية تسعة وتسعي يبقى دي الأطراف بتاعتنا وزي ما قلت لك هبتدين يبقى خالص ان احنا لما نبتدين نسمع صوت ونقرب الملفات دي من بعضها او نبعدها هبتدين الصوت يختلف معنا طبعا احنا نبتدين نقرب ونبعد لحد من نسمع افضل صوت شوف بقى انا وصلت السماعة وهو وهبتدى وصل المكسف المتغير اهو ده المكسف المتغير بتاعنا وده طرف الانتنة اللي فوق وده طرف زي ما احنا قلنا الطرف بتاع اجرام ادي السماعات الطرفين الخارج بتوعها هم وفي عند الطرفين بتوعه الستة فولت هم الموجب ومين والسالب هوصل للطرف السالب وابتدى احرك المكسف المتغير وابتدى اقرب وبعد الملفات بتاعت بتاعت الانتنة انا وصل الطرف بتاع التخزي وابتدى الملف ده حيوس الملفين اللي هما زي ما قلتك هحرك فيهم مع التغيير في المكسف المتغير عشان اسمع عنقصوت وبعد ما اسمع عنقصوت بيبتدي تحط شمع على الملف زي ما قلتك عمد الكربون بالملفين اللي واحد اللي اتنين ويفضلوا سابتين على طول طبعا يماني الكلام ده زي ما قلت لك خلي باك بقى معي بص ايه اللي حصل دلوقتي انا قلبت الالم ومسكت الالم من ناحية التانية عشان الكربون ده موسط سن الالم الروسوس ده موسط شوف انا بحرك بايه بالاستيكة ليه عشان ما فيش شحنة تيجي من ايدي وتوصل لمين ليه الجزء اللي خاص بالملف في الشحنة الكربية خالص يعني كده بحرك بحاجة عزلة عشان لما جا زبط على افضل صوت وجاشل الالم ما يتأثرش الشحنة زي ما قولك ما تتأثرش الاشارة بشحنة الكربة اللي موجودة في جسم الشخص نفسه هنبتدي نقرب الاثنين اهم بعدهم خليباك في صوت بيطلع معايا بس واط شوية اهو هنبتدي نوصل بص خليباك معايا ده ده الملف اللي هو ايه اللي واحد اللي هو الصغير اللي بتاك عليه اللي هو موجود في الاسب اهو ده ايه ده ايه اللي اتنين ناسب اهو اللي هو ده اللي هو واحد اللي هو كبير اللي هو فوق خالص اهو اهو نقرب ونبعد لحد ما نوصل لافضل وضع يبان معايا فين بقى يبان معايا لما حرك المكسف المتغير اللي هو ده اول محرك الاكس بتاع المكسف المتغير هبتدي اسمع صوت هبتدي اسمع ايه صوت محطات وابتدي غير زي ما قلت لك في الملفات عشان اسمع افضل صوت اهو في صوت ظهر اهو احاول اعلو لك شوية اهو ده في صوت اهو بص مع الحركة اهو ده صوت محطة بص مع حركة الملف اللي بيحصل بيحصل الصوت يعني يوطأ او يعلى فخليه على احسن وضع اهو ده كده صوت محطات بتتغير معايا ده دليل عين انا جمعت الجهاز صح اهو خلي بقى معايا وشغاله اهو بقى حركة الملف برضو اهو ده احسن وضع ليه بشوف لو فيه وضع تاني احسن ليه بشوفه اهدي محطة تاني شوف الصوت هنا عيلي قوي تده زبطه ده الصوت المحطة ارض صوت ليه لو صوت الموسيقى لا بحاول بشوف كده بقى عنقى طول ما انا بحرك بوصل لاعلى نقاء وما فيش شوشرة خالص ده بثبت عليه وزي ما قلت لك هرمي عليه الشمع اللي يبقى سابه ده صوت المحطة اهو ده صوت المحطة اللي شغالة معايا يبقى انا كده فعلا جمعت الجهاز صح وفعلا ما فيش عندي اي مشكلة وسامع الصوت اللي هو اللاقه ده اهو ركز معايا كده اهو ده صوت المحطة اللي احنا افضل حاجة زبطنا عليها وكده ممكن يتحط الشمع على اه الجهاز كده خلي بقى معايا انا عملت ايه كده جمعت الجهاز تمام وخدت الجهاز كده زي ما نقول كده من الالف للياء خلي بقى معايا من الالف للياء من اول الانتنة لحد ما خرجنا الى السماعة ومشينا مع الاشارة بالترتيب ركز بقى معايا عملت ايه ركز معاك قويس اوي اول حاجة جبت الدائرة النظري وبعدين كل قيمة بتاعت عنصر رجعتها مع العنصر نفسه ده الخطوة اللي بعد كده بدأت الحم العناصر ده كلها الخطوة اللي اللي لازم الاحظها اثناء ان انا بعمل عملية اللحام او التوصيل بعمل ايه براجع اطراف الترانزوستور وبراجع اطراف الايسي وبراجع اطراف المكسف الكيميائي براجع اطراف المكسف مين الكيميائي اللي هو السالب مع السالب والموجب مع الموجب اللي هو توصيل وبعدين بروح حط اطراف السماعة حط اطراف البطالية بتاعتي ومحددت الاطراف بدعة الملف الهوائي اللي هو الملف الكبير اللي هو اللي واحد ملف الصغير اللي هو اللي اتنين ووصلت المكسف المتغير ووصلت السلك بتاع مين بتاع الانتنة. ده اللي احنا عملنا. لما جمعنا صح ورجعنا الخنات صح ورجعنا الاطراف صح بتاعت الاي سي والترانزوستر. مجرد ان انا وصلت البطارية الجهاز اشتغل. طب هل الجهاز دلوقتي لو انا وصلت البطارية والجهاز ما اشتغلش? اقول لا انا فشلت في تجميع الجهاز. لا غلط. تخيل كده نفسك واحد جايب لك جهاز عطلان وانت عايز صلح. مفوشش بشتغل. يبقى هتعمل ايه? هتداف حصل عناصر. ده الكلام اللي احنا بنقول. جمعت الجهاز وما اشتغلش. ارجع الاول قيم العناصر. لا حسن يكون حطت حاجة قيميتها مش مزبوطة. لا ارجعت القيميتها مزبوطة. ارجع التوصلات. ارجع اطراف الترانزوستر. ارجع الاي سي. لان الاي سي ممكن ده احنا شوفنا اطراف هكذا بتتلحم على طول. ممكن الاي سي دي بتبقى على قاعدة. فممكن انهاكون عركزة التوصيل. عركزة الاطراف. بقول لي ده كاني باكتشف او بصلح عطل. يبقى انا دلوقتي لو جمعت الجهاز واشتغل تمام. حقيقة كويسة. جمعت الجهاز وما اشتغلش يبقى عملت حاجتين. جمعت جهاز واستفدت باصلاح عطل. هصلحه والجهاز اشتغل تاني. ده بالنسبة لمن? لتجميع الجهاز. باستفد ما زي ما قلت لك تجميع. وصيحنا بنفس الوقت. تعال شوفوا الجزء اللي بعد كده اللي هو بيمسلي دايرة عملية لجهاز استقبال. وحدد المراحل عليها ازاي? عشان ابقى عارف خط السل اللي همشي فيه. خط السل مين? خط السل الاشارة. المراحل بتاعتي الاشارة هتتنقل. خلي بلاك بقى معايا. من الهوائي وبعدين عادية الاختيارة. وكبر التراب العالي. وبعدين الترزيستر مبدل. وبعدين. خلي شوف انا بقولك البولت دي ورا دي ورا دي ورا دي. عشان اقدر احدد الاشارة. لو الجهاز ما فيوش صوت. الاشارة لما دخلت المرحلة دي وما خرجتش منها. وراحت لمرحلة تانية. ده اللي مع صوت. اللي هو تتبع الاشارة. وده مهمة اول. تعال نشوف الكلام ده. ده الجهاز اللي احنا جمعناه. طب هنشوف بعد كده. عندي. اول حاجة. شرح دائرة نظرية لجهاز استقبال تعليمي. يعمل بنظام تعديل ال AM. ستقبال. خلي باك باك معايا. بص. خلي باك باك معايا. ده جهاز الاستقبال. وده كتالوق بتاعي. كتالوق بتاعي جهاز استقبال تعليمي. جهاز الاستقبال التعليمي ما بيختلفش خلي باك باك معايا. المراحل بتاعة جهاز استقبال التعليم او جهاز استقبال العادي اللي موجود في حالة عملية واحد. المراحل ما بتتغيرش. انما ان انا ممكن اضيف حاجات في الجهاز التعليمي توضح لي بس المراحل بتاعته. يعني احط بلوك على كل مرحلة. وهي مرسومة. مثلا احط مفتاح على كل مرحلة. ان انا اوصل المرحلة دي اوفصلها. احط لوحة اعطال. تكشف لعطل كل مرحلة جنب الجهاز. ما حنشوف بعد كده. ده الفرق بين التعليمي جهاز التعليمي والجهاز الموجود في الحياة العملية. انما الاعناصر واحدة. والمراحل ما بتتغيرش. يعني ما فيش جهاز اه موجود في حالة عملية. فيه انتنة وفيه مكبر وفيه كاشف وفيه كلب. والجهاز التعليمي ما فيش كلام ده ده. هو هو نفس المراحل في السوق. بس زي ما قلت لك. المراحل اللي في السوق ده والحياة العملية بتبقى عادية خالص. انما التعليمي ده احنا بنبقى موجودة عندنا في المعامل عشان ادربك على الاعطال وادربك على انك تعرف تسلسل المراهل. نرجع للشاشة مرة تانية ونشوف الكتالوج ده حنقرص زاي. ده كتالوج بتاع جهاز استقبال زاي. اي ام. وبص بقى هناخدهم مرحلة مرحلة. بص اوي مرحلة عندي اهت. الهوائي اهو. وبعدين. مكسرف متغير اهو. شوف دي دايرة نظر اهيه. كتالوج. هعدد المراهل دي كلها وبعد كده نشوفها كلها عملي. وبعدين. في عندي الترانزوستر مبدل اللي هو شغال كبوكبر ترد عالي ومازج. وبعدين المرحلة اللي بعد كده. في عندي المسليترو. اهو. المسليترو اللي هو المزبزب. بعد المزبزب ودخلت على المبدل ده. هيطلع عندي الترد متوسط. اول حاجات قابلها الاشارة لما تخرج من المبدل ده تقابل اول محاول ترد متوسط. اهو. اهو. اللي هو اللي هو نوع اسم. وبعدين تخش على تاني مكبر ترد متوسط. وبعد كده تخش على تلات مكبر محاول ترد متوسط. وبعدين تخش على مين? على الكاشف. السنائي اهو. كاشف اي ام. وبعدين هتخش على الفوليوم المقام المتغيرة اللي هو ضابط الصوت. تخش على ترنزستر مكبر القدرة. مكبر الجهد. وبعدين ده كل الدائرة دي مكبر قدرة. فيها محاول الدخل بتاع ده. المكبر القدرة. بتاع الدفع والجزب. وفيها الترنزسترين اللي شغالين كمكبر قدرة الترنزستر ده والترنزستر ده. طبعا واحد بيشتغل واحد بيفصل وبيعكسه مع بعض. وبعدين محاول الخارج بتاع اه مكبر القدرة وبعدين السماعة. قدد كتالوج بتاعي. اريته وفي نفس الوقت كاني ماشي معاه الاشارة. اهو. اشارة اهيه? من الهوائي. وبعدين المكسر المتغير يا خودة. هتخرج من المبدل. اول محول. اول مكبر تاني محول. تاني مكبر تاني متوسط. تانية محول. كاشف. فوليوم. مكبر جه. مكبر القدرة والسماعة. عرفت التسلسل بتاع مين? بتاع الاشارة دي. ماشية ازاي? الكلام ده دلوقتي شفنا على مين? على الكتالوج النظر. خلي بالك بقى معايا. انا شفت الكتالوج النظري. وشفت المراحل بتاعتي. تمام? وشفتها مرحلة مرحلة. وارفت. الاشارة هتتنقل منين? الاشارة هتتنقل منين? وهتروح فين? هتخرج من الهوائي وتخش على المبادل. بعد الان اختيار تخش على مين? على المبادل. ومن المبادل على اول محول. ومن اول محول على اول مكبر. ومن اول مكبر على تاني محول. ومن تاني محول على تاني مكبر. ومن تاني مكبر على الكاشف. ومن الكاشف الفوليوم. ومن الفوليوم على مكبر الجهد مكبر الجهد على مكبر القدرة وبعدين على السماء الكلام ده التسلسل بتاع المراحل بتاعتي انا اش خلط بقى في ذهن من ايه من رسمة تخطيتي عرفنا قبل كده وبعدين من الدايلة التفصيلية اللي قدام مني هبتدي بعد كده روح مسك جهاز راديو عادي اللي موجود في الحياة العملية فين العناصر بقى اللي احنا لسه شايفانها في الكاتالوج اما شوفها البوردة نفسها خلي بالك بقى معايا ليه بنقول الكلام ده احيانا وفي غالبية الاحيان كتير جدا نبتل نطلع العطل بتاع الجهاز خلي بالك بقى معايا العطل بتاع الجهاز من على الكاتالوج قبل ما افتح الجهاز من مظر العطل او سماع العطل سماع العطل يعني اجي اقول مثلا جهاز عندي عسبيل المثال جهاز عندي صوته واطي منخفض ايه اللي حيتم الصوت الواطي او الصوت المخفض ابتدى اشك في مين اشك في المكسفات الكيميائية اللي بتنقل اشارة من مرحلة الخراج للسماعة او مرحلة من مرحلة مسلا مكبر جوك لمكبر القدرة مكسفات كيميائية او اشك في مين اشوف المكسف مكسفات على الكاتالوج واحد اتنين تلاتة يبقى انا هفتح الجهاز وهشوف المكسف رقم واحد او رقم اتنين او رقم تلاتة او اشوف الترانزستورين طب اكبر وقدرة bake واحد فيهم شغال واحد فيهم مش شغال طب فين الترانزستورين دول اه الترانزستور مسلا كيو خمسة وستين وكيو سبعة وستين او كيو ستة وستين انا خلاص عرفت الترانزستورين بقول انا كده شو بحدد الحاجات اللي انا هشتغل فيها قبل ما افتح الجهاز. والكلام ده مهم جدا ولازم نبقى عارفينه كويس جدا. زي بالزبط من اعطال التلفزيون او اعطال الشاشات نلاقي خطة بيض. خط منور كده في رسط الشاشة وباقي الشاشة مضلل. بقول على طول عطل. طب الخط ده بعد شوية بابتدي ايه? يفتح. شوف خلي باك معي. الخط يفتح دي. اهو ده مكسف كيميائي في الرأس. بروع جايب الكاتالوج فين ديت الرأس اهيه. المكسفات الكيميائية من قيمتها ادي ايه? وارقامها ادي ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة. قبل ما افتح الجهاز. بكون محضر اربع مكسفات عندي بالقيم دي. اي مكسف فيهم عطلان. او طبعا بيبقى تالف. بغير وحط التالي مكان. قبل ما افتح الجهاز يمكنك بحد العطل على الكاتالوج. بكده احنا وصلنا الى نهاية حلقة اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة. والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. اشتركوا في القناة